كورونا تعد العدة لموجة قد تكون الأسوأ حسب ما سجلت بعض الدول الأوروبية والعربية ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة بعد دخولنا موسم الشتاء وزارة الصحة أبدت تخوفها الكبير من تزايد نسب المصابين في الفترة المقبلة بعد تجاهل الكثير من المواطنين إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خصوصا في الأماكن العامة والترفيهية نسبة المرتدين للكمامة والملتزمين بالتباعد الاجتماعي قليلة جدا خصوصا في الأماكن العامة وحتى داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهذا الموضوع خطير ونحن نلاحظ شلون بعض البلدان الأوروبية تسجل آلاف الإصابات في كل يوم لعله السبب لا علاقة بدخول موسم الشتاء وحذرنا من هذا الموضوع في العراق في عدة مناسبات من قبل السيد وزير الصحة والبيئة انخفاض نسب الإصابات والوفايات خلال الأيام الماضية دفعت المواطنين إلى التهاون والشعور بأن الفيروس مسيطر عليها إلا إن منظمة الصحة العالمية حذرت مما هو أسوأ خلال انخفاض درجات الحرارة مختصون أكدوا على أهمية تجديد الإجراءات الوقائية التي في حال استمرار غيابها قد تؤدي إلى عواقبة لا يحمد عقباها ما عدنا أي حل لحد الآن بصراحة غير سبل الوقاية التي نشرتها وزارة الصحة وهي التزام بكمامات يا أخي أهلك غالين التزم بالكمامة التزم بالتعقيم شوية شوية بدأ تتلاشى الاهتمام الكوراني يعني كل شيء ماكو اهتمام ماكو التزام ماكو وقاية الماكونا عمدة تنفتح ده صير زخم كلش فماكو اهتمام العداد بالتالي ده تزيد وهذا يعني كل شيء سيء دينسى المواطن في قضم هذه الأشياء ويتخيل أنه الأزمة عابرة لا الأزمة جاية خطرة يجب أن تكون مؤسساتنا الصحية يعني بكل أمانة ليس انتقادا ولكن تذكيرا أنه هذه الموجة يرادلها استعدادات كبيرة في الوقت الذي سمحت لجنة الصحة والسلام الوطنية بعودة فتح الأماكن العامة والترفيهية مقابل تطبيق تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الفيروس لكن أغلب المواطنين لم يكترثوا لهذه التوجيهات الوقائية ما قد يدفع بحسب المراقبين إلى ضرورة فرض حظر التجوال من جديد من بغداد حسن الفواز العراقية الأخبارية